40% هي نسبة الإدماج التي تطمح لتحقيقها وزارة الصناعة والمناجم خلال السنوات الخمس المقبلة الموضوع الذي كان محور الأيام التقنية الأولى حول نشاط المناولة في الجزائر بمشاركة أكثر من 500 مهتم من الجزائر وخارجها ورغم التسهيلات التي تمنحها الحكومة الجزائرية لتشجيع صناعة السيارات تبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بتلك التسهيلات نسبة الإدماج هي اللي راح تخفض من سعر لذاك نسعى من خلال الأيام لتشجيع المناولة قدر الإمكان لنرفع من نسبة الإدماج اللي راح تأثر على سعر السيارات وخفضه إن شاء الله بالإضافة إلى عدد سيارات منتجة لأنه في الجدوى الاقتصادية متعلقة بكمية سيارات منتجة كل ما زاد عدد سيارات منتجة راح ينخفض السيارة الملتقى الذي نظمته وزارة الصناعة يشمل على مدار يومين ورشات واجتماعات تجمع كل من مصنعي السيارات والمساهمين في عملية المناولة وهذه الأيام التقنية التي عملناها هذه الأيامات وشيء الهدفة هي نسهل النقاش واللقاءات الساعة أولا والنقاش ما بين جميع المتعاملين ما بين الناس اللي يصنعوا السيارات ما بين الصناعيين هما بالذات في كل تخصصات نتاحهم وكذلك في الناس اللي رهم يخدموا يا بعد في هذا اللي رهم قايمين اليوم في السوطة ريتانس كامل وللرهم يا بعد يصنعوا لا أسان فيي ولا أبدأوا يصنعوا للمؤسسات والشركات اللي رح يتصنع في سيارات اليوم الأكيد أن مثل هذه المناسبات ستكون فرصة للمهتمين الجزائريين واصحاب المؤسسات لتوقيع عديد الاتفاقيات بهدف رفع من نسبة المناولة في مجال صناعة السيارات اشتركوا في القناة